موسيقى موسيقى شكرا و اهلا و سهلا بحضراتكم في حلقة جديدة بنامج اخر الاسبوع احنا لدينا النهاردة مجموعة من الاحداث المحلية والاقليمية وايضا العالمية ولكن اسمحولي ابدأ بالحدث الاهم والابرز على الساحة المصرية واللي احنا شفناه يوم السلساء الماضي وهيمتد الحديث عنه لفترة اطول شوية لانه بالتأكيد سيكون هناك تغييرات على الساحة السياسية والعمل التنفيذي والحكومي في مصر الحدث اللي انا بتكلم عليه هو اداء الرئيس عبدالفتاح السيسي اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة امام مجلس النواب في العاصمة الادارية الجديدة احنا طبعا تابعنا هذا الحدث وشوفناه على وسائل الاعلام ويعني الناس طبعا عبرت عن ردود افعالها تجاه هذا الموضوع ولا سيما الخطاب الذي ادل به الرئيس بعد اداء اليمين الدستورية الخطاب اقدم ملامح للفترة المقبلة الفترة رئاسية المقبلة التحديات والامال والطموحات اتكلم فيها الرئيس على الامن القوم المصري وكيف ان مصر يعني موجودة الان في محيط اقليمي وعالمي مضطرب تحدث عن اهمية الحوار الوطني وتنفيذ مخرجاته واستمراره تحدث ايضا على تعظيم قدرات مصر الاقتصادية والتنمية في مجالات الزراعية والصناعية والتكنولوجية وايضا تحدث عن اولوية التصنيع المحلي وزيادة الصادرات والاصلاح المؤسسي الشامل وتحويل مصر الى مركز اقليمي للنقل وتجارة الترانزيت والطاقة المتجددة ايضا اشار الى قضية مهمة جدا وهي زيادة جودة التعليم وزيادة شبكة الامان الاجتماعي المشروعات المختلفة التي تواجه قضية الفقر وترفع من شأن الفقراء وتحاول ان يتمكنهم افضل في الحياة زي مشروعات من قبيل حياة كريمة تكافل وكرامة مشروعات من هذا القبيل وايضا تحدث الرئيس عن استكمال التنمية العمرانية واستكمال انشاء المدن الزكية وبرنامج سكن لكل مصري ملامح مهمة للتوجهات الرئاسية خلال الفترة المقبلة وكثير منها كان موضوع العمل مستمر خلال السنوات الماضية سواء كان على مستوى التنمية العمرانية او الاقتصادية او الاجتماعية طبعا الخطاب الذي ادل به الرئيس لم يخلو من اشارة الى تحديات وصعاب وانا في الواقع وقفت قدام عبارة زكارها وهي عبارة ملفتة جدا في اطار الحديث حول التحديات والصعوبات اشار الى عبارة مدركين اننا نتحدى انفسنا هذه العبارة بتكشف كثير من الامور وهي بتلخص ايضا كثير من الامور بالطبع الدول التي تريد ان تتقدم اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا هي في رحل التحدي تحدي مع الذات لان التنمية هي عملية جهد اضافي ومتراكم من اجل تطوير نوعية الحياة لو المجتمعات ماشي على الخط المرسوم وظلت في المربع اللي هي موجودة فيه لن تتحقق التنمية لان التنمية هي رحلة لتحدي الوضع القائم ومحاولة تغييره وتطويره وتحديثه فهي عملية تحدي للذات ففكرة ادراك ان المجتمع الان في عملية تحدي للذات او تحدي للنفس دي مسألة بالغة الاهمية لان ده بيضع المجتمع قدام مسئولياته اذا كان بالفعل مجتمع يريد التقدم والتطور فلابد ان يكون بالفعل جاهز وفي مرحلة تحدي للنفس من حيث العمل والانجاز والانتاج والتغيير ولكن زي ما قال احد المفكرين الكبار ان اصعب انواع تحدي النفس هو تغيير الذات يعني نحن بحاجة بالفعل ان احنا نغير نظرتنا اسلوبنا طريقتنا للحياة لان ده التحدي الحقيقي وده اللي يؤدي الى التغيير الحقيقي انا بشوف اوات كتير جدا ان هناك من يتحدثون عن التغيير في المجتمع سواء كان في المجال الثقافي او في المجال الاعلامي او في المجال المجتمع المدني او في المجال السياسي لكنهم في الواقع يعني لا يقدمون حلولا او صورا او افكارا للتجديد والتغيير او الاشارة اللي ذكرها خطاب الرئيس اللي هي تحدي الذات او تحدي النفس في سبيل تغيير وتطوير المجتمع ومواجهة الصعب التحدي والتغيير دي مسألة صعبة في المجتمعات كتير لان فكرة اقناع المجتمع بالتغيير دي مسألة برضو ليست سهلة ولكنها فيها تحدي في حد ذاته يعني الواحد بيشوف نمازج كتير جدا في المجتمع هناك من يرفض التغيير ويشاكس ويحتاج بل احيانا انه هو يثير الغبار والشائعات حول التجديد ودعاة التجديد وده اللي بيخلي بعض الناس ان هي تنصرف من الساحة وتنزوي بعيدا لما تشوف كم التحديات اللي هي بتواجهها وفي ناس تانية بتعترض في صمت وده نوع انا يعني باعتبره من الخطورة بمكان لانه هو يظهر الولاء ظاهرية لكنه عمليا لا يفعل شيئا بل بالعكس ربما يفعل العكس ويتعلل بضيق الامقانيات ويتعلل بالازمات ويتعلل بالتحديات كل ده انه مش عايز يغير طريقته وفي اللي فاكر ان التغيير عبارة عن تغيير شكلي تغيير في المظهر الخارجي لكن الجوهر يظل كما هو بتشوف مباني براقة وبتشوف مؤسسات كبيرة لكن عندما تدخل في داخلها بتلاقي نفس الاساليب التقليدية او البيروقراطية المعتادة بتلاقي الناس بتتكلم بنفس الاسلوب العقلية البيروقراطية فكرة التحذب الشلالية عدم اتقان العمل الاهتمام بالكم على حساب الكيف او على حساب الجودة وفي نوع بيساير التغيير طالما انه مع مصلحته واذا كان التغيير مش مع مصلحته تلاقيه دايما يهاجمه واحنا بتشوف ده كتير في الحياة العامة تلاقي ناس بتغير موقفها من اليمين الى اليسار لمجرد ان هناك امرا جديدا ده بيخالف او بيناقد المصالح بتاعتهم او حسين ان هم مش قادرين يحققوا هذه المصالح فاذا يعني عملية التغيير دي عملية مهم والتغيير يحتاج الى دايما الى ناس مؤمنة بهذا التغيير اللي هو تحدي النفس وتحدي الصعاب ناس لديها رؤية ولديها فكر ولديها رغبة ان يتغير مجتمعها بالفعل تتحدى نفسها وتحاول ان هي تشيع ثقافة ايجابية لدى المجتمع المحيطة به دي نوعية القيادات اللي احنا بنتطلع اليها في المجتمع قيادات تؤمن بالتغيير قيادات ما تخافش على كرسيها ولا موقعها بالعكس جسورة وشجاعة وعايزة تاخد موقف واثنين وثلاثة وعشرة في سبيل ان هي تطور المجتمع قيادات بتشجع الصف التاني والتالت جنبيها قيادات ما بتطفيش كده الانوار اللي ظهر عندها وتخب الكفاءات وتحاول ان هي تداري هذه الكفاءات بل بالعكس تظهرها قيادات واثقة من نفسها واثقة من رسالتها واثقة من عملها هذه النوعية من القيادات اللي احنا بالفعل عايزينها في مجال التغيير لما وقفت قدام العبارة اللي وردت في خطاب الرئيس عفتاح السيسي في بعد اداء اليمين الدستورية ويفت عند فكرة ان احنا نتحدى انفسنا فكرت هل بالفعل هناك قيادات كثيرة في اماكن كثيرة فعلا بتتحدى نفسها وعايزة تغير وعايزة تقدم شيء مختلف ومنظومة مختلفة ولا لدينا الاياد المرتعشة والخوف والرغبة في السير على النسق المرسوم وعدم الرغبة في التجديد والتغيير والتطوير اعتقد ان ده تحدي كبير جدا بيوجهه المجتمع المصري وزي ما قلت لحضراتكم التنمية يعني التغيير يعني التغيير يعني التحدي باستمرار ان احنا نطور من الذات في سبيل ان نتغير ويصبح بالفعل المجتمع مجتمع في مصاف الدول المتقدمة اسمحونا نخرج بفاصل ونعود لاستكمال فقرات هذه الحلقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الحكومة والتغيير والاسعار دي عنوين متدولة حاليا في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي واعتقد طبعا وبيتحدث كثيرون ان احنا مقدمين على تعديل وزاري قريب جدا او وشيك بعد بداية الفترة الرئاسية الجديدة محدش عارف بالضبط توقيت هذا التغيير ولا حجم ولا اتجاهات ولكن الاشارات المختلفة بتقول ان هي بتغيير كبير وموسع البعض بيعتقد ان هو هيكون ربما في اسناء جاست عيد الفطر او ربما في الايام التي يعني تالي هذه الاجازة محدش عارف على وجه التحديد لكن نقدر نقول انه تغيير قريب ووشيك الحكومة الان يعني من العنوان الكبيرة جدا اللي احنا بنتفرج عليها في فترة دي هي مسألة معركتها لضبط الاسعار اللي الناس بتطالب بنخفضها والاسعار اما بتنخفض يسيرا او لا تنخفض وبعض الاسعار بترتفع فدي طبعا معضلة وكل يوم فيه تصرحات جديدة يعني النهاردة مثلا على سبيل المثال منشطت جريدة الاهرام النهاردة صباح يقولك فيه تغفضات كبيرة بعد اجازة عيد الفطر او بعد عيد الفطر يعني ربما نتطلع لهذا لكن معركة الاسعار هي معركة مستمرة وزي ما بنتكلم دايما ان المواطن كل ما يهمه في هذا المشهد الاقتصادي هي مسألة الاسعار المواطن اللي هو خبير اقتصادي ولا هو رجل متحدس في الشأن الاقتصادي هو كل اللي يهمه انه يلاقي ايه اسعار مناسبة له بعد موجات الارتفاع الشديد في الاسعار خلال الشهور الماضية وخلال العامين الماضيين على وجه التحديد طيب احنا سمعنا ان كان فيه مبادرة من حوالي عشر تيام الاسنين قبل الماضي ان كان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التقى بكبر المنتجين والمصنعين واصحاب السلاسل التجارية الكبرى واتفقوا على تخفيض الاسعار من خمستاشر لعشرين في المية ثم لذلك تخفيضات بعد عيد الفطر تصل الى تلاتين في المية ده كلام كان متداول في وسائل الاعلام يعني التخفيضات دي على ما يبدو لم تحدث لان احنا يعني بنتفرج على الاسعار كل يوم وبنشوف وشايفين الاسعار انها لم تنخفض وربما يعني بعضها ربما تحرك لاعلى ده اللي دفع بعض الكتاب والخبراء انهم ما بيتكلموا في الموضوع ده يعني منذ ايام كتب الاستاذ حمد رزد الكاتب الكبير في عموده اشارة بيقولك يعني احنا عايزين نشوف امارة لمسألة تخفيض الاسعار دي ايه اللي حصل وتخفضت ازاي وهتتخفض ازاي نفس الكلام بنسمعه من خبراء ومحللين تانين ايه الحكاية الاسعار منذ ايام قالوا ان فيه اتفاق حصل مع رابطة يعني منتجي او مربيد دواجن واتفقوا انه هنخفض اسعار الدواجن وهنخفض اسعار البيض لكن حتى امس احنا بتكلم على المواطن بروح يشتري شايف الاسعار شكلها ايه لا مفيش حاجة انخفضت بيقال ان بعض السلع انخفضت زي الزيوت وزي بعض المنتجات لكن احنا نتكلم على كيف يشعر المواطن ان بالفعل فيه تخفيض كبير في الاسعار واضح ان الحكومة بتعاني بتعاني مع رجال الاعمال بتعاني مع المنتجين والمستوردين في هذا السياق والحجة ان احنا عندنا بضاعة لما تتصرف هذه البضائع ونشتري بضاعة جديدة نشتريها باسعار مختلفة للدولار فنيقدر ان احنا نخفض الاسعار ده الكلام اللي عملين نسمعه في كل وقت لكن واضح ان مش دي الحالة على وجه اليقين امال ايه الحكاية الحكاية ان احنا عايزين نسأل نفسنا بالفعل هل الاسعار هتنخفض بالفعل يعني بطريقة اقتصادية كده نقعد نفكر كده هل الاسعار دي هتنخفض بالتأكيد ان الدولار زاد في البنك وسعر الدولار الجمركي زاد فده هيؤدي الى زيادة الاسعار يعني واحنا بنستورد حوالي 60% من احتياجاتنا فاحنا مقدمين على زيادة في الاسعار السلع المستوردة وده امر مفهوم وطبيعي بعض المستوردين بيقولك النهاردة انا لازلت بواجه صعوبة في مسائل الحصول على الدولار طب بتواجه صعوبة ازاي ده كلام هم بيكتبوه بنشروه طيب بتواجه صعوبة ازاي يعني دلوقتي الدولار متوفر في النظام المصرفي المصري وموجوده باسعار يعني بدأ الدولار وصل ل50% مع تحرير سعره ووصل دلوقتي حوالي 47% تقريبا يبقى ايزا الدولار موجود ومتوفر فيقولك ان الدولار ده متوجه للإفراج على السلع اللي كانت موجودة في المنافذ الجمركية لكن فتح اعتمدات جديدة بواجه التحديات انا شخصيا ما عرفش مدى ضقت ده لكن اهو كلام بيتردد وبيقال الامر التاني فكرة ان الناس اللي كانت حطى اوفر بريسنج او اوفر بريس او زيادة في الاسعار على بعض السلع زي السيارات وخلافه نتيجة تقدرها المغالة فيه لسعر الدولار في فترة من الفترات دي دلوقتي بدأت تنزل من اسعارها وهي متنزلش من السعر هي بتنزل من الاسعار التي غالت في وضعها في وقت من الاوات فاحنا بنسمع دلوقتي ان اسعار السيارات انخفضت او بعد مركات السيارات انخفضت بارقام هي الارقام دي جزء منها لا يتعلق بسعر السيارة لكن يتعلق بالاوفر بريسنج او السعر اللي وضعوا التجار للسيارات وغالوا من سعرهم اعتقادا منهم ان الدولار هيوصل لـ 100 جنيه وتسعين جنيه وده اللي ما حصلش طيب برضو نضع في اعتبارنا مسألة اخرى هي تكلفة الشحن وارتفاع اسعار البضائع في الخارج يعني مش بس الدولار اللي ارتفع سعره داخل المجتمع المصري او داخل النظام المصرفي من 31 لغاية 47 دلوقتي لكن لا ارتفاع مصرفات الشحن يعني احد المستوردين بيقول ان كانت تكلفة الشحن من الصين مثلا بتتكلف حوالي من 1000 ل3000 دولار كان هو بتفعهم دلوقتي نتيجة اضطراب مسألة التجارة في البحر الاحمر نتيجة هجمات الحطفيين والحرب في غزة وخلافه بيدفع دلوقتي ما بين 14 ل20 ألف دولار وهو ما يقول هذا يعني ده كلامه وده كان منشور في بعض التصريحات الاعلامية يبقى اذا نحن نتكلم على مسألة انخفاض الاسعار فيها جزء قد تستطيع الحكومة ان هي تعمله وفيها جزء صعب ان الحكومة تعمله يعني يابد ان احنا نبص كده على المشهد بصورة كبيرة جدا لان بالفعل ان الدولار ارتفع سعره داخل البنك هو طبعا انخفض عن سعره في السوق الموازية او السوق السودة زي ما احنا بنقول لكن انا بتكلم على انه ارتفع سعره داخل البنك وده اللي هيترتب عليه بالضرورة ارتفاع سعر الدولار في المعاملات التجارية وترتفع اسعار السلع المستوردة واحنا زي ما احنا عارفين حم نستورد حوالي 60% من احتياجاتنا من الخارج فيه جزء كبير جدا يتعلق باستيراد مستلزمات الانتاج ومواد خام ايضا للانتاج ومسألة الانتاج ده مسألة ضرورية من اجل ليس فقط التشغيل الداخلي ومال السوق المحلية بالبضائع ولكن ايضا من اجل التصدير حتى نستطيع ان احنا نحصل على العملة الصعبة في خطاب الرئيس عفتاح السيسي بعد اداء القسم يوم السلساء الماضي تحدث عن مسألة الانتاج والاهتمام بالانتاج والاهتمام بالتصنيع المحلي لان التصنيع المحلي دي مسألة مهمة جدا وده اللي دفع احد الخبراء الدكتور ايمن رفعت المحجوب هو استاذ اقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية هو طبعا نجل السياسي الراحل الكبير الدكتور رفعت المحجوب هو كتب بعض التدوينات على صفحته على الفيسبوك واشار الى ان فكرة ان الاسعار ستنخفض بالضرورة عندما يحل المنتج المحلي محل المنتج المستورد هذا ما يقول وانا اعتقد ان هذا الرأي الاقتصادي رأي صحيح وسديد بمعنى ان طول ما هناك نزيف للدولار في مسائل الاستيراد طول ما ايضا هنعاني دائما من شح الدولار قلة الدولار توفر الدولار احيانا الحاجة الى استيراد مستمر لسد الاحتياجات لكن لو تم تكسيف الانتاج المحلي للسلع بشكل ان هو غطى احتياجات السوق المحلية وفاضة عن هذه الاحتياجات للتصدير فدي مسألة هي اللي هتؤدي بالفعل الى تخفيض الاسعار لان المنتج المحلي هو اللي هيسود السوق المصري دي مسألة فيها تحدي كبير جدا لانا محتاجين ان احنا نكسف الاهتمام بالتصنيع والصناعة المحلية وايضا نهتم بيها على صعيد توفير المواد الاولية وتوفير السلع الوسيطة وتوفير الخيمات ومحاولة ايضا نحن نهتم بيها على صعيد الانفاق العام ولا صعيد الانفاق الحكومي حتى تستطيع هذه الصناعة يشتد عودها وتقف يعني بقوة في المجال الاقتصادي وهنا نقدر نتكلم على فكرة انه يبقى فيه منتج محلي والمنتج المحلي يصبح مناسب للسعر المحلي ويتوقف مسألة الاستيراد من الخارج دي طبعا دي كلها تحديات لكن نحن مقدمين على تعديل وزاري والتعديل وزاري دوا الناس بتتطلع الى مجموعة اقتصادية قوية تستطيع انها تتولى الملف الاقتصادي الملف الاقتصادي ليس فقط ملف مالي بالمناسبة يعني هي مش مسألة ضبط سعر الصرف ومسألة ادارة المالية لا هم نتكلم على الاقتصاد الاقتصاد يعني التصنيع والتجارة والزراعة والتشغيل يعني هم نتكلم على وجود مقاومات اقتصادية قوية تستطيع ان تنهض بالحالة العام للاقتصاد في مصر محتاجين قيادات بالفعل قوية تتصل بالشارع وتعرف نبض الناس وتعرف ان هي كمان تتواصل مع المجتمع مش قيادات موجودة في المكاتب وبس لقد هنا عايزين قيادات جماهرية تتصل بالناس وتعرف احتياجات المجتمع الحقيقية الاياد المرتعشة في اتخاذ القرار يعني اصبحت لا تصلح للحالة المصرية لكن المسائل محتاجة سياسات جدة وتطبيق جد لهذه السياسات وحتى اذا كان المجتمع هيحتمل مشقات لفترة زمنية ولكن العوائد ستكون عوائد وفيرة على المجتمع كله ودي قبرة الدول اللي مرت به ازمات وتحديات اقتصادية الى حد كبير فدي مسألة اساسية فكرة ان تكون هناك مجموعة وزارية متماسكة تهتم بيه الملف الاقتصادي ويكون هناك نوع من انوع الاتصاق في السياسات الحكومية في هذا السياق حتى لا يحدث ان احنا نهتم بالمجال وندفع به ويتعصر المجال تاني بل بالعكس ننظر نظرة اكثر شمولا للوضع الاقتصادي ويكون هناك نوع من انواع التعاون بين الملفات الاقتصادية المختلفة يبقى فيه انسجام في ادارة الملف الاقتصادي الناس طبعا متطلعة الى التعديل الوزاري ومتطلعة انها ترى بالفعل ليس فقط تغييرا في الوجوه ولكن تغييرا في السياسات والمواقف وايضا يبقى فيه رؤية مختلفة ورؤية جديدة نتطلع اليها داخل المجتمع المصري نخرج بفاصل ونعود لاستكمال فقرات هذه الحلقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الموقف في غزة لا يزال محلك سر بعد مرور شهور طويلة على العمليات العسكرية الاسرائيلية واستهداف المدنيين ووقوع قتلة وجرحة يعني عدد القتلة تخطى 33 ألف وآلاف الجرحة وطبعا معظمهم من النساء والأطفال ويعني أزمة غزائية طاحنة شمال غزة ما تخلوش مساعدات وفيه أزمة صحية عارمة في القطاع يعني نحبش بحتاجين نكرر الكلام اللي احنا دايما بنقوله وسائل الإعلام بتقوله ولكن العالم لا يتحرك والحرب لا تنطفق في قطاع غزة النهاردة غلاف صحيفة الاندبندنت البريطانية كان ملفتا جدا بيقولك انف يعني كفاية ومش بتقول كفاية بس ده الغلاف كمان بيشرح حجم المأساة اللي احنا موجودين فبيقولك يعني هو أكتر من 30 ألف واحد ماتوا مش كفاية ليه المجتمع الغربي دلوقتي والدول الغربية منطفضة عشان سبع من العاملين في مجال الإغاثة أو توزيع المساعدات قتلوا من جانب إسرائيل ده اللي أخض بالعواصم الغربية بشدة فقالك يعني انتوا كنتوا مستنيين السبع دول يموتوا عشان يحدث هذا الغضب اللي احنا شايفينه خلال 48 ساعة اللي فاتوا ولا 33 ألف واحد ولا 30 ألف واحد دول مش مكفينكوا حتى تصوروا وتغضبوا طبعا غلاف جريء جدا وفيه نقد شديد للسياسات الغربية وكله عمليون كفاية كفاية لهذه الحرب العبسية التي استمرت بهذه الطريقة لشهور طويلة ومحدش عارف أفق نهايتها راح فيه من بارح وسائل الإعلام نقلت مكلمة غاضبة ما بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياو بسبب مقتل سبعة من عمال الإغاثة اللي شغالين في منظمة اسمها المطبخ المركزي العالمي قتلوا في غارة إسرائيلية وطبعا خلال هذه المكالمة اللي كانت غاضبة زي ما وسائل الإعلام الأمريكية نقلتها وزي أيضا ما البيت الأبيض نشرها وذكر الرئيس الأمريكي للرئيس الوزراء الإسرائيلي قال له أن الولايات المتحدة ستربط المساعدات المقدمة لإسرائيل بعد كده بالطريقة أو المستوى التي تحافظ بها على حياة المدنيين نفس الكلام نقل عن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك اللي قال لك في اتصال مع نيتانياهو قال له الموقف لا يطاق طبعا في موجود غضب من قتل العمال الإغاسة الأجانب ولكن هي القضية لخصتها الاندبندن في العبارة البديعة اللي تصدرت هذه الصحيفة يعني ما كفوكوش تلاتين ألف واحد فإنتوا دلوقتي بتتكلموا على سبعة قتلوا وطبعا واحد زي ألف دي نفس إنسانية لها كل احترام وتقدير لكن نحن نتكلم على المنطق الغربي في التعامل مع الأمور وهل النهاردة الرئيس الأمريكي بيهدد نيتانياهو بيقوله إن أنا بعد كده هشرت المساعدات الأمريكية المقدمة لك بقدرتك أو بالسياسات أو بالطريقة اللي أنت بتحافظ بيها على حياة المدنيين في هذه الحرب العبسية التقديرات بتقولك إنه ستظلوا قنابل ألف قنبلة كبيرة وألف قنبلة من صغيرة القطر خلال الفترة الماضية يعني المساعدات موجودة وقالت السلاح الغربية متضفقة على إسرائيل وفي دلوقتي المناقشات في برلمانات كثيرة جدا سواء كان في بريطانيا وهنا في الولايات المتحدة وكده بتكلمه وعلى غير إمتى هنفضل ندي سلاح لإسرائيل بهذه الطريقة والسلاح ده بيستخدم في قتل المدنيين يعني أنت بتدي له السلاح وبعدين تقوله خلي بالك من حياة المدنيين ولكن الواقع بيقول إنه بيقت المدنيين والأرقام بتقول كده والإحصاءات بتقول كده والأزمة الغذائية بتقول كده نتيجة مكالمة مبارح إنه وافقت إسرائيل زي ما قال البيت الأبيض إن معبر أرز اللي هو ما بين إسرائيل وقطاع غزة سيفتح للمساعدات للجانب الفلسطيني وأيضا ميناء أجدود الإسرائيلي إحنا مش حافظين عوجة تحديد ده يحصل إمتى وحجمه وكيفيته واسلوبه لكن هذا ما أعلن عنه في مكالمة الأمس الهاتفية طبعا إحنا عارفين إنه فيه أزمة مساعدات طاحنة في شمال قطاع غزة لأن المساعدات ما بتوصل لهمش وممنوعين إنهم يرجعوا تاني الشمال وقوافل المساعدات لا تصل والإنزال الجوي اللي بيحدث اللي مصر بتساهم فيه بقوة ودول أخرى أيضا طبعا جيد لكنه غير كافي وكل ما الدول بتحاول إنها تكسف من مسألة المساعدات تجد العراقيل المختلفة على الجانب الإسرائيل إحنا نشوف يعني هل بالأمس بعد هذا الحديث الذي يذكر أنه حديثا غضبا يعني بين نيتنياهو والرئيس الأمريكي جو بايدن هل بالفعل ستتضفق مزيد من المساعدات لقطاع غزة الذي يعاني غزائيا وصحيا على نحو غير مسبوك أيضا تكرر الكلام على مسألة اكتياح رفع الفلسطيني والذكر أيضا أن الولايات المتحدة لا توافق على هذا الموضوع وبتعتبره أنه هو ضد هذا الأمر لكن في وسائل إعلام أخرى بتتكلم على أن هي بتنتظر أن إسرائيل تقدم تصور واضح على مسألة هذا الاجتياح وإزاي هتحافظ على حياة المدنيين تعمدك يعني واحد وثلاثة من عشر واحد وربعة من عشر مليون فلسطيني في هذا السياق دول هيروحوا فين والضغط عليهم هيوديهم لفين فده طبعا ده بيتتقال وبيتكلموا فيه الولايات المتحدة اللي زي الإحصاد ما بتقول الناس قاعدة في خيام قدام الكنيسة ومظاهرات عريمة جدا أقوى مما كانت عليه يوم بعد 7 أكتوبر أهالي طبعا الرهائن بيصرخوا عايزين يرجعوا زويهم فكل ده طبعا بيمثل ضغط بعض أعضاء حكومته المصغرة حكومة الحرب بدأت تتحدث عن انتخابات مبكرة يعني انتخابات مبكرة يعني يعني يصعب أن يكسبها مرة تانية نتانياهو اللي ربما يواجه تحديات تتعلق به الوضع القانوني الخاص وعليه يعني بعض المشاكل القانونية وربما يدخل في محاكمات تنتهي به إلى السجن تحديات كتير والرئيس الأمريكي حسبما ذكر أنه قال له صراحة قال له حلفاء الولايات المتحدة في علاقتهم بإسرائيل بيرجعوا مواقفهم ولم يعودوا على التأييد الأول طبعا دي لسه مش واضحة ومش مفهومة لكن فيه تغيرات بتحدث يعني الإمارات قررت أن هي تعلق العلاقات الدبلوماسية بينها وبين إسرائيل بالتأكيد موجة النقد الشديدة جدا سواء من استاذ الغربيين لإسرائيل أو خلافه لكن طالما أن السلاح بيتضفق والمساعدات قائمة والغطاء الدولي موجود لممارسات إسرائيل العدوانية والوحشية يبقى إذن الدنيا مش هتخلص مش هتنتهي فمتى يجبر بن يمين نتنيا على إيقاف آلة الحرب هو ده السؤال والكل بيتطلع لهذا متى يتم إنهاء الحرب في غزة صحيح ما ندرش نقول أن العلاقات فيه توطر في العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وفيه علاقات توطر في بعض العلاقات الأوروبية مع إسرائيل ولكن كل ده لم يترجم حتى الآن في إجراء عملي لإيقاف الحرب وإيقاف استهداف المدنيين وإيقاف تدمير البنية الأساسية وتدمير المجتمع في غزة طبعا الحرب مستمرة ونأمل أن تصفر الجهود المختلفة والضغوط المختلفة دي عن وضع نهاية لها نخرج لفاصل ونعود لاستكمال فقرات هذه الحلقة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر الناس في إسرائيل جالهم هلع شديد خلال اليومين ثلاثة اللي فاتوا وجريوا على المتاجر يشتروا احتياجاتهم وبدأوا يروحوا البنوك عايزين ياخدوا أموال ليهم الحكاية هم خايفين من إيران إيران تستعد لأرد أو هكذا تقول إيران أنها سترد بقوة على ما فعلته إسرائيل يوم الاثنين اللي فات ماذا فعلت إسرائيل يوم الاثنين الماضي هي استهدفت بهجمة القنصلية الإيرانية في دمشق كان فيه اجتماع مهم وكان فيه شخصيات مهمة من الحرس الثوري الإيراني موجودين داخل القنصلية استهدفتهم مما أدى إلى مقتل سبعة منهم شخص مهم جدا بالنسبة للحرس الثوري الإيراني هو محمد رضا زهدي وقتل أيضا نائبه وقتل مدير مكتبه وبعض الشخصيات الأخرى طبعا هذه العملية أصارت ردود أفعال غاضبة جدا بالنسبة لإيران وبالنسبة أيضا لحلفاء إيران والميليشيات التابعة لإيران في المنطقة إحنا سمعنا تصريحات قوية جدا من جانب حزب الله وتصريحات أخرى وتعاهد وتوعد بالرد القاسي على إسرائيل فيما فعلته في هذه الموقعة أو هذه العملية طيب إسرائيل عايزة إيه من وراء الكلام دا كله إسرائيل بعتت 3-4 رسائل كده من خلال العملية دي أول رسالة قالت له من عمق ما يطلق عليه محور المقاومة ضد إسرائيل مكشوف قدامها يعني عارفة تحركات هذا المحور وعارفة كويس جدا وتستطيع أن تستهدفه وتوصله في أي حد فدي طبعا أول حاجة عايزة إسرائيل تبعت وده طبعا اللي بيدي نوع من أنواع السقة أكتر في أداء الحكومة الإسرائيلية أمام الشعب الإسرائيلي أنه يستطيع أن يصل وينتقم ويوجه ضربات كيفما يريد الأمر الثاني هي رسالة خطيرة جدا أن هناك انكشاف أمني في كثير من الدول المحيطة بإسرائيل والتي بينها وبين بعض بينها إسرائيل عداء فمعنى أن يصل معلومات لإسرائيل بهذه الدقة وتحديد الشخصيات وتحديد الأماكن والمعروف أن قيادات الحرس السوري الإيراني في البلدان المختلفة ولا سيما سوريا يعني تحركتها لها نوع من أنواع الضوابط الشديدة جدا ففكرة أنه يصل لمعلومات دقيقة بهذا المعنى يبقى فيه اختراق أمني بصورة أو بأخرى الأمر الثالث هو رضع لإيران أنا مش هستهدف هي إسرائيل بتقولها كده يعني أنا مش هستهدف الميليشيات زي الحوسيين اللي عملها تضرب السفن ولا الميليشيات في العراء اللي هي بتحاول أن هي أيضا بتضرب طائرات مصارى أو السواريخ لا أنا هستهدف إيران هو عايز يقول لها أنا هستهدف إيران التي تحرك هذا المشهد دي رسائل ممكن نلتقطها من هذا الحادث طبعاً الولايات المتحدة أسرعت أنها أنكرت يعني أو قالت أنها ملاش علاقة بما حدث لكن طبعاً إيران بتقول لك لا ليها علاقة لأنها هي اللي بتدعم إسرائيل واضح كمان أن الشخص الذي قتل وهو يمسك منصب مهم جداً يعني في الحرس الثوري هو محمد رضا زهدي كان له دور في ترتيب ما يعرف بطفان الأقصى اللي بدأ في 7 أكتوبر الماضي اللي قامت به حماس وفصائل فلسطينية أخرى ضد إسرائيل وده اللي أصفر عن مقتل 1200 شخص ورهائن وده الأزمة اللي احنا عايشين فيها حتى هذه اللحظة لكن طبعاً بيعتبر أن هذا الشخص شخص مهم وهو المسؤول عن التسليح في هذه المنطقة ما بين لبنان وسوريا وهو شخص الثاني الأهمية الذي يختال بعد قاسم سليماني الذي اختلته الولايات المتحدة في عهد الرئيس دونالد ترامب القرب من أو في محيط مطار بغداد طب إيران هتعملين في سيناريوهات إيران بتتوعد بقوة جداً هترد بقوة وتغير قريطة المعادلات في المنطقة ده تصريحات بتطلع طول الوقت البعض بيقول لا أن الموضوع مش ياخد الحجم ده هي ربما تحرك الميليشيات التابعة ليقوموا بعض العمليات يعني العراقيين مثلاً الميليشيات في العراق تضرب الحوسيين تسخين للحدود اللبنانية الإسرائيلية من خلال حزب الله ربما أو قد تلجأ إلى عملية نوعية أنها تستهدف قنصلية أو صفارة أو مركز تابع لإسرائيل في إحدى الدول هكذا القبراء أو من يتابعون هذا الملف بيتوقعوا أن ممكن إيران تصل لهذا المستوى أو أنها توجه ضربة أبعد شوية من هذا الموضوع لكن في كل الأحوال هناك اضطراب ومخاوف لدى إسرائيل من انفلت الأوضاع إيران أجادت ما يعرف بضبط النفس شوية في الأزمة منذ تفجر الأوضاع في غزة بمعنى أنها رشدت ردود الأفعال لم تشارك بشكل مباشر في العمليات العسكرية وإن كان الميليشيات التابعة لها دخلت على الخط ولكن أيضا بشكل محسوب لا يسمح بانفجار الأوضاع في المنطقة ربما يعني أخذت الردع أو التهديد الأمريكي مأخذ الجد في هذا الصياق وهي جانت بعض المكاسب إيران منها أن تم تخفيف الضغط عليها في موضوع الملف النووي بتاعها الناس دولة ما تتكلمش عنه كتير الأمر الثاني بدت أن هي لعب إقليمي مهم جدا لديها أوراق في المنطقة والأمر الثالث أيضا أنها ربما تمني نفسها بمكاسب أو ربما هناك مكاسب تحدث الآن بالنسبة لها من خلال أحاديث خلف السطار مع أطراف غربي يعني الموضوع أعتقد أن هناك حديث ما بين الغرب وإيران مباشر أو غير مباشر لكن لابد أنها ستجني يعني نتاج حالة ضبط النفس التي تقوم بيها في المشهد في غزة طبعا الكلام كتير والنهارده إيران بتشيع جثامين السبعة قتلة دول في إطار احتفال ضخم أو حشود ضخمة جدا للاحتفال باليوم العالمي للقدس ومرشد الصور الإيراني علي خامنئي قام بأداء الصلاة على القتلة وهناك توعد شديد جدا وهناك مخاوف من إسرائيل وهناك ترتبات من إسرائيل للتعامل مع أي هجمات صاروخية إيرانية عليهم هنشوف خلال الأيام القادمة هل ستصدق إيران في ما تطلقه من تحذيرات ووعود وتوعد شديد جدا تجاه الرد القاسي على إسرائيل أم سيكون ردا بسيطا أو مغلفا أو ليس على مستوى التهديد الكبير أو قد يكون ردا مؤجلا بعد فترة تقوم به لكن احنا مش عارفين على وجه التحديد ماذا سيحدث ولكن المؤكد بما يتردد من معلومات أن إسرائيل يعني تأخذ التهديدات دي ورفعت وجابة الاحتياطي ومش عارف إيه وبدأت أن هي تقف في وجه أي تهديدات قادمة وإيران أيضا حذرت الميليشيات التابعة لها أو أوسطها بعدم استهداف أي مصالح أمريكية أو ما شابه وده أمر كان موجود منذ عدة شهور ثم توقف بعد أن قامت الولايات المتحدة بقصف مواقع لإيران ما بين العراق وسوريا فإيران مش عايزة توسع الموجة مع الولايات المتحدة ولكن ماذا ستفعل مع إسرائيل ده بقى السؤال اللي هتجاوب عنه الأيام المقبلة نخرج لفاصل ونعود لاستكمال فقرات هذه الحلقة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة لفقرة القضايا النفسية أو الحاجات اللي احنا دايما نتكلم فيها في ختام الحلقة حول بعض الأمور تتعلق بفهمنا لزواتنا وقدرتنا على التفاعل والعلاقات مع الآخرين أنا جبت لكم النهاردة موضوع في ناس كتير اتكلمت عنه وكتبت فيه وعلقت عليه اللي هو فكرة كيف تكون شخصية مؤثرة في الآخرين وفي المحيط اللي انت موجود فيه بالتأكيد كل إنسان بيحب يكون رقم ما بيحبش إنه هو يبعى الهامش أو موجود على جنب بل بالعكس هو يحب يكون شخص مؤثر يحتفى بيه في حضوره ويفتقد في غيابه يعني كل واحد بيفكر كده وكل واحد بيحس إنه هو محتاج إنه هو يعامل بقدر كبير جدا من الأهمية ولكن المسألة لا تتعلق بالآخرين قد ما تتعلق بالإنسان نفسه بمعنى إنه هو مش هيجبر الآخرين إنه هو يدولوا اهتمام أو يظهروا إنهم متأثرين به ولكن بالفعل المسألة عند الإنسان ذاته إنه هو بيكون على المستوى اللي بيخلي بالفعل الآخرين إنه هم يبادلونوا هذا الاهتمام ويتأثروا به في قيمة طويلة كده أنا يعني أعطي أجمحها وأفكر فيها إن هي كيف تكون شخص مؤثر أول حاجة بيقولك دايما قدر نفسك وقدر مواهبك وقدر قدراتك ما تبلغش فيها وما يخدكش الخيلاء كده والأفكار الوهمية لكن على الأقل قدر ذاتك يعني كن محترما في ذاتك وإفهم على وجه اليقين إن الآخرين سيبادلونك هذا الاحترام حين يجدوا إن أنت شخص تحترم تحترم ذاتك في المقام الأول تحترم ذاتك ليها مظاهر كتير جدا أولا تضع حدود بينك وبين الآخرين ليس كل ما لدى الإنسان يقوله لغيره بل بالعكس هناك حدود في العلاقات الاحترام المتبادل موجود وأيضا هناك حدود لما تقبله وحدود لأشياء لا تقبلها لازم دي يكون واضحة واضحة بالنسبة لك واضحة بالنسبة للآخرين إن فيه أشياء هتقبلها وإنت شايفها أشياء طبيعية ومفيدة ومهمة وفيه أشياء تانية أتعتقد إن هي لا تتماشى معك ولا مع ثقافتك ولا أفكارك ولا قيمك فهتيجي ترفضها تقول الأشياء دي أنا مش هعملها أيضا لا تتطلع إلى الآخرين إذا كانوا مش مهتمين بيك يعني لا يعني لا تبحث ولا الاهتمام ولا تسأل للآخرين أن يهتموا بيك بل بالعكس اترك العلاقات الطبيعية لأن فينا وعية من الناس بتنزحك جدا لو الناس ماهتمتش بيها كما ولو أنهم عايزين يفرضوا على الآخرين أنهم يهتموا بيها لا تنتظر ده إذا هتم بيك الآخرين أهلا وسهلا إذا لم يهتموا فلا تبتأس أو تحزن أو تغضب لأن بالفعل أنت لا تستطيع أن تفرض على الآخرين الاهتمام بيك الأمر الثاني كن شخصا عزيزا يعني بمعنى الشخص العزيز ده لي بعض السمات العامة أولا يكون دايما متعفف في العلاقات مع الآخرين لا يزيورهم أكثر مما يجب ولا يتحدث عنهم في غيابهم ولا يتسلى بالنميمة عليهم وفي كل الأحوال أن الناس تصل إلى اقتناع لما تسمع عن هذا الشخص تعرف على وجه اليقين أنه فيه نوعية معاناة من الأحاديث ما بيخشش فيها فيه نوعية معاناة من الأحاديث هو ما بيتكلمش فيها وأنه شخص عزيز وراقي في التعامل ده سيجعلك مؤثرا ومحل ثقة من الآخرين مسألة أخرى برضو تتعلق بالمظهر العام أنا مش بكلم مظهر عام اللبس لأنا بتكلم على الطريقة والأسلوب والتعامل مع الآخرين أولا الناس لا تميل إلى تقدير الشخص اللي بتكلم كتير أو اللي بيبدأ الكلام في كل حاجة أو اللي بيقاطع الآخرين دي كلها مجموعة من الصفات السلبية اللي الواحد لازم يتخلص منها لازم يواحد يكون مستمع جيد يتحدث قليلا ويتحدث في الموضوع وإذا كان لا يعرف في شأن لا يتحدث فيه يعني دي كلها أمور بتخلي الشخص محل تقدير عند الآخرين بعكس الشخص الثرصار أو اللي بتكلم في كل حاجة أو اللي عايز يعرف عن الآخرين كل حاجة وحاسس أنه هو بيفهم في كل موضوع فده عادة بياخد تقدير مخفض جدا عند الناس في التعامل لا تذهب إلى مكان لم تدع إليه طبعا مشاركة الآخرين في أحزانهم وأفرحهم دي ما بتبقاش محتاجة دعوة قوي لكن أنا بتكلم على أن أنت تصل إلى مرحلة أن أنت شايف نفسك الآخرين لم يدعونك إلى شيء لا تعتبر ده أمر عدائي تجاهك يعني أو حاجة سلبية لكن لا تذهب إلى هذا المكان إلا بدعوة وتشعر أن الدعوة فيها نوع من أنواع التأكيد عليك أن أنت تكون موجود مش مجرد دعوة عابرة يعني دي كلها من الحاجات اللي بتخلي الشخص عزيز أو مؤثر في العلاقة مع الآخرين الهدوء مطلوب عدم الانفعال أيضا بياخد مظهر كويس جدا في التعامل مع الناس يعني دي كلها مجموعة من الأفكار حاولت أن أنا أجمحها من مصادر كتير وأفكار كتير حول كيف يمكن أن تكون مؤثر في الآخرين وزي ما حضراتكم شايفين أن كلها تتصل بالإنسان ولا تتصل بالآخرين يعني هو ده الصفة الأساسية فيهم يعني قبل أن أفرض اهتمامي أو أفرض على الآخرين أن هم يقدمون لي الإحترام والتقدير الواجب لابد في البداية أن أكون من نوعية الأشخاص التي تؤثر في الآخرين وتجبرهم على احترامها وتقديرها أشياء كثيرة جدا إحنا تكلمنا فيها تقديرك لنفسك تقديرك لمواهبك الحدود الواضحة بينك وبين الناس عدم التطلع للآخرين إذا ما كانوش بيهتموا بيك ضع حدود بينك وبينهم في الكلام وفي ما تفعله وما لا تفعله لا تسمح لنفسك أن تكون نماما وتدخل في شؤونهم الخاصة أو تتحدث من وراء ظهور الآخرين أو تتسلى بيهم في غيابهم أو حتى في حضورهم لا تذهب إلى مكان لم تدع إليه وكن هادئا وحاول أن تتحدث قليلا ولا تتحدث في شأن لا تعرفه ولا تكون دائما المبادر بالحديث دي كلها بعض الأفكار اللي ممكن تخلي الشخص محل تأدير وتأثير على الآخرين نخرج لفاصل ونصل إلى ختام هذه الحلقة بالقول المأسور كالمعدد موسيقى 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 ألبرت إنشتاين عنده أخوال كتير جدا بتدعو للتأمل والتفكير منها القول اللي اخترته لحضراتكم النهاردة بقولك إذا أردت أن تعيش حياة سعيدة فأربطها بهدف وليس بأشخاص أو أشياء هو عايز يقولينا النهاردة إن قرار الحياة السعيدة أولا قرار في إيدين الإنسان زي ما كنا نتكلم من شوية على إن التأثير والإحترام في العلاقة مع الآخرين قرار بإيدين الشخص ذاته فإن أيضا سعادة الشخص ذاته هو ده قرار عنده هو مش عنده حد تاني عشان كده هو بيقولك أي حاجة خارجك ليست هي سبب سعادتك سواء كانوا أشخاص أو أشياء ولكن داخلك هو سبب سعادتك والداخل معناها أن يبقى عندك هدف في الحياة أي أن كان نوع الهدف ده هدف اجتماعي هدف علمي هدف وظيفي هدف روحي أي أن كان نوع الهدف اللي أنت بتتطلع إليه أو اللي أن الشخص بيتطلع إليه هو ده الأساس في الموضوع لكن لو ارتبط بي أو جعلت سعادتك في أفواه الآخرين لن تكون سعيدا لأن الناس متقلبة وليست على مواقفها دائما وحتى لو ربطت سعادتي بعلاقتي بالآخرين فإذا اختفوا الآخرين دول من حياتي فمش المفروض أن أنا أبقى تعيسي يعني الأمر الثاني بعض الناس بتعتقد أن السعادة تأتي بالمقتنات يبقى عنده أشياء لو جاب ده هيبقى سعيد لو اشترى ده هيبقى سعيد لو غير من حياته هيبقى سعيد ده حتى ناس في يوم فرحة إذا ملقتش الحاجة اللي نفسها تجيبها ممكن تبقى تعيسي في حين أن اللحظات دي مفروض تكون فيها سعيدة أينشتاين بيقول لنا أن السعادة داخلك وليست خارجك السعادة في أعماقك وليس في الأشياء ولا في الأشخاص اللي أنت بتتعامل معا طبعا كويس جدا أن أنا ببعلاقتي بالآخرين كويسة كويس جدا أن أنا لو أقدر يعني أقتني حاجة أنا شايفة مفيدة بالنسبة لي بكويس لكن لا أرهن سعادتي لا بأشخاص ولا بمقتنيات أو أشياء دي الرسالة اللي كان عايز يلهلنا النهاردة ألبرت أينشتاين في هذه المقولة المدع وأنا شايف أن أفضل حاجة نحن ننهي هذه الحلقة بالحديث حول السعادة وكل واحد نفسه بسعيد ولكن نتذكر دائما أن السعادة داخلنا وليست خارجنا كل سنة ونطيبين أشوفكم على خير بعد أجازة العيد وأتمنى لكم أجازة سعيدة وفترة سعيدة المرحلة المقبلة ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر